تتصاعد الضغوط الأمريكية ضد النظام الحاكم في طهران عبر العقوبات الاقتصادية التي تفرض حظرا على الصادرات النفطية الإيرانية وتمنع طهران من الحصول على المزيد من العملة الأمريكية غير أن تلك العقوبات تعترضها عقبات تتمثل في علاقات عراقية مع إيران تصل حد التبعية ما يعني أن العقوبات الأمريكية ضد طهران قد تفشل إذا لم يلتزم بها العراق محمد علي الحكيم وزير الخارجية في حكومة عاد العبد المهدي أعرب عن انزعاجه من تلك العقوبات مؤكدا أنها أحادية جانب ولا تعبر عن موقف المجتمع الدولي موقف يزيد من بواعث القلق لدى الجانب الأمريكي بحسب تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إذ يؤكد التقرير أن العراق يعتمد على إيران لاسيما في مجال طاقة رغم الأسعار المرتفعة التي تفرضها طهران مقابل إمداد العراق بحاجاتهم من طاقة فالعراق بحسب تقرير معهد واشنطن يشتري الغاز الإيراني بأكثر من 11 دولار أمريكيا لكل ألف قدم مكعب مقارنة بنحو 5 دولارات ونصف الدولار تدفعها ألمانيا لشراء الغاز من روسيا وفي نفس السياق يستورد العراق من إيران نحو 1700 ميجاواط من الكهرباء سنويا بتكلفة تصل إلى مليار ومئتي مليون دولار الأمر الذي يدفع واشنطن لممارسة مزيد من الضغوط على الحكومة في بغداد من أجل الاستغناء عن إيران كمصدر للطاقة سواء بدعم استقلال العراق عن إيران في هذا المجال أو بإيجاد بدائل لإمداد العراق بطاقة مثل السعودية والأردن وتركيا وبقدر ما كشف التقرير عن تبعية الطبقة السياسية في العراق بقدر ما أكد أن مزيدا من الضغوط ربما ستجبر هذه الطبقة على التخلي ولو جزئيا عن هذه التبعية الأمر الذي قد يرسم خريطة جديدة للعلاقات التجارية والسياسية بين العراق وجيرانه في المنطقة